اعزائي طلبة الصناعة عامة اهلا بكم في كايرو دار هنستكمل مع بعض الفصل الثاني تعرفنا في جزء سابق تعرفنا على عصر محمد علي في بدايته من خلال توليه الحكم ودور الزعامة الشعبية وتعرفنا باخر جزئية على توطيط سيادته في مصر من خلال التخلص من جميع محاولات انجلترا والمملك للتخلص من محمد علي وكذلك من خلال انفراده بالحكم بالتخلص من الزعامة الشعبية وعمر مكرم والتخلص من المملك هنبدأ نكمل بقى مع بعض الفصل الثاني وده فصل مهم جدا دراكته كبيرة في الامتحال هنبدأ دلوقتي بسؤال او بجزئية خاصة بالبناء الاقتصادي نبدأ نشوف كيف تم بناء مصر كدولة حديثة في عصر محمد علي مصر تم بناءها من اول حاجة بناء اقتصادي من خلال نظام تم واضح امامنا نظام الاحتكار يبقى محمد علي هيضع نظام يسمى نظام الاحتكار ليبني الدولة اقتصادية ما المخصود بنظام الاحتكار؟ نظام الاحتكار هو ان تقوم الدولة بالاشراف على كل النواحي الاقتصادية من حيث تحديد الغلة التي تزرع تحديد المنتج الذي يصنع تحديد سمن البيع والشراء في الاسواق يعني محمد علي هنا كدولة هيتحكم في الزراعة والصناعة والتجارة يعني توجيه اقتصادي تحت اشراف الدولة لماذا؟ لماذا يفعل ذلك محمد علي؟ يعني هو بيعمل هذا النظام ليه؟ طبعا عبارة خطيرة جدا ومهمة جدا اعرفها وهو بيطبق نظام الاحتكار ليضمن دخول سوق التجارة الدولية منافسا لغيره من الدول يبقى محمد علي بيطبق الاحتكار مش عشان يصلح بس احوال المجتمع واحوال النواحي الاقتصادية والزراعة والصناعة لا ده عايز يدخل اسواق العالم اسواق الدولية ينافس غيره من الدول في الزراعة وفي الصناعة وفي كل المجالات يبقى ده نظام الاحتكار نعرف تعريف كويس قوي لاني برضو التعريف ده بيجي في مرة من المرات في امتحان سنة 2000 جاء لي قارن بين نظام الالتزام ونظام الاحتكار من حيث المعنى يبقى هنا المعنى التعريف لازم اعرفه كويس قوي نبدأ بقى نطبق هذا النظام اللي هو نظام الاحتكار على الزراعة قبل ما نبدأ في تطبيق هذا النظام على الزراعة هنعرف الأول ونتعرف على شكل الزراعة قبل عصر محمد علي يعني قبل ما نطبق الاحتكار هنشوف شكل الزراعة ايه قبل الاحتكار ثم في عصر الاحتكار نشوف الزراعة عامل ايه اولا تدورت الزراعة قبل عصر محمد علي لعدة اسباب تكاسل الفلاحين على أداء عملهم الفلاح عنده كسل وتباطئ في العمل لماذا؟ لأنه لم يحصل إلا على القدر الأدنى الذي يكفي مع الشرف كذلك نظام ملكية الأرض والانتفاع التي لم تسمح بتنمية حقيقية للأرض الزراعية لا يوجد تنمية لا يوجد تقدم لأن النظام سيء جدا هو نظام ملكية الأرض والانتفاع وده تعرفنا عليه في الفصل الأول النقطة الثالثة وهي إهمال شؤون الرأي إلى جانب تعدد الدرائب وقصرتها طبعا واستبداد وتعنت الملتزمين في تحصيلها إن كانت في إيد الملتزمين كذلك ده كله بيؤدي إلى تحويل كثير من أراضي مصر الزراعية إلى أراضي صحراوية وتقل الخصوبة وبالتالي لم تتنوع الغلات يعني محمد علي ماسك مصر بالوضع ده في ناحية الزراعية سيئة جدا جدا في كل النواحي بيقول بقى أنا مش أصلح الأرض أنا مش هزرع لا ده أنا هنافس دول أوروبا تعالي نشوف بقى إزاي محمد علي بهذا الشكل وبهذا النظام اللي هو نظام الاحتقار هيقدر ينافس دول أوروبا نبدأ نشوف أولا أول خطوة هيبدأ يعملها محمد علي يمتلك الأرض ليصبح هو المالك الوحيد للأراضي الصراعية إزاي؟ من أول انخفاض منصوب النيل في أغسطس عام 1808 حتى فترة 1814 دول حوالي 6 سنوات الست سنين دول هيبدأ محمد علي في سلسلة من الإجراءات هدفها هي تغيير الملكية والحيازة لتكون في يد محمد علي إزاي؟ ألغى نظام الالتزام وصادر جميع أراضي الملتزمين والأراضي التي لم يزبط أصحابها ملكياتها وسجلها باسم الدولة كده الأرض بقت ملك الدولة ثم يعيد توزيع على الفلاحين بتطبيق وسائل حديثة نبدأ نشوف وسائل محمد علي أولا ادخال أساليب زراعية حديثة حيث هيزود الإنتاج عن طريق استجلاب أو استقدام مدربين مهرة وطبعا يشغل الألات لتقليل الجهد وزياد الإنتاج كذلك الاهتمام بالتعليم الزراعي حيث هيقوم بإنشاء مدرسة زراعية كمان تحسين طرق الراي وعمل مشاريع كثيرة للراي من ترع وقنوات وأشهرها طبعا القناة الخيرية القناة الخيرية التي كانت سبب رئيسي في تحويل أراضي الوجه البحري من ري الحياض للراي الدائم بعد ما كان ري حياض مرة واحدة لأ بقى فيه ري دائم أقصر من مرة وده هيزيد الإنتاج كذلك أدخل غلات زراعية حقيقة جديدة مثل التوت والتوت هنا الهدف منه تربية دوت الأز عشان الحرير كذلك ادخال نبات اسمه النيلة الهندية كمان حسن زراعة القطن درجة مصر بدأت تصدر القطن في كميات كبيرة في هذا العصر أدي قصة الأساليب طيب يعرفنا يعني إيه نظام احتقار وعرفنا الأساليب اللي عملها محمد علي هيتعامل إزاي مع الفلاح كيف يطبق هذه الأساليب على الفلاحين عن طريق أولا الحكومة هتزود الفلاح بالبزور وبالآلات اللي هي الأدوات والمواشي وتقسم سمع هذه الأشياء عندي تسليم المحصول بمعنى إن الفلاح هيزرع واللي هيزرعه الحكومة هتستلموا منه كله يعني الفلاح ملوش حق يبيعه لأ نحن هناخد منك المحصول كله وهنقسم منه الألات والمواشي والبزور والضريبة طبعا وفي النهاية هنلزم الفلاحين بزراعة ما تقرر الحكومة يعني الفلاح مش حر الحكومة هي اللي بتقرر نوع الغلة هو ده الاحتقار كأن الفلاح مجرد أداة كتعة شطرانك بيحركها محمد علي هتزرع كذا ومش هتزرع كذا وبالأسطوب الفلاني وبعد ما تزرع هات المنتج اللي انت زرعته وهخصم منه ما أعطاهه في الأول طبعا من مواشي وألات ثم الباقي للفلاح الباقي ده يا كاد يكفي الفلاح يعني نجد برضو أن الفلاح عانى برضو من الظلم لأنه هياخد اللي يكفيه فقط ده قصة الزراعة في عصر محمد علي ننتقل للصناعة الصناعة قبل عصر محمد علي يعني في العهد العثماني إيه شكل الصناعة الصناعة كانت عبارة عن إيه أولا صناعة نظام طواقف طواقف حرف هذا النظام لا يلائم تماما حاجة الجيش والأسطول كمان خضعت نظام الطواقف في أواخر العصر العثماني للحكومة ولم تعد هذه النظام أو هذه الطائفة مجال لارتقاء الحكومة بالمهنة يعني مش هنقدر نرتقي بمهنة الصناعة وبالتالي محمد علي هيغير هذا النظام إزاي؟ أولا هيبدأ يعمل مصانع ويمد الصانع بالمواد الخام طبعا احنا بنتكلم على إزاي هيطبق الاحتقار هيدي الصانع المواد الخام بالسمن اللي حدده للحكومة وهيشتري منه المنتج بالسعر لحدده الحكومة وهيرفع سعر بيئة المواد الخام مع تخفيض سعر المنتج كل ده هيؤدي إليه تحقيق الربح ومناسب للدولة وليس للصانع يعني زي ما حصل مع الزرع طيب إيه الأسليم اللي عملها الحمد؟ ما هو تطوير محمد علي في الصناعة؟ أولا أقام مصانع قبرى تتبع الدولة أشبه بالقطاع العام ثم يوفر طبعا الصناعات المطلوبة لتسد حاجة الجيش والأسطول وغيرها ثم أكبر مشايخ الحراط على جمع الصبية ليه؟ للعمل في هذه المصانع فتحولت المصانع بمثابة مدارس صناعية ثم أرسل بعثات من طلاب الأزهر إلى أوروبا سنة 1809 هذه البعثات لدراسة فنون الصناعة الحديثة وترجمة الكتب الصناعية عشان لما ترجع البعثة دا تبدأ تحل محل الخبراء الأجانب اللي في المصادع ده التطوير اللي عمل محمد علي في الصناعة وده التطوير الكبير يبقى بالتالي نظام الاحتقار كاحتقار محمد علي أو الدولة للفلاح أو الزارع أو الصانع كمان بيؤدي إلى تطور كبير وإلى ارتفاع شأن الدولة ولكن الفلاح كشخص كل ده على حسابه هو والصانع على حسابه هو بمعنى إن نقدر نقول إن جميع الإصلاحات التي تمت في مصر لم تعود بالفائدة على الفلاح والصانع على مصر الفائدة القبرى كانت صالعة للدولة طالعة للدولة لأن الفلاح والصانع بيأخذوا اللي يكفيهم فقط ننتقل لجزء تاني وهو التجارة احتكر محمد علي تصويق جميع الحاصلات الزراعية ده بالنسبة للتجارة الداخلية أما التجارة الخارجية بدأت الدولة تمارسها عن طريق البيع للأجانب في الداخل أو الأجانب في الخارج عن طريق الوكالات الأجنبية محمد علي كان بيبيع ولا يشتري لأنه لا يشجع الاستراد ودائما كان يقول عبارة بتقول إن الدولة القوية هي التي تزيد من صادرتها عن وردتها ودي عبارة جميلة جدا بتدل فعلا على مدى قوة الدولة إن الدولة لو زادت صادرتها عن وردتها هنا في الحالة دي تبقى قوة اقتصادية ده اقتصاد محمد علي زراعة صناعة تجارة في ظل وجود الاحتكار نبدأ بقى نشوف أثر ذلك على الموصلات طبعا التقدم اللي حصل في الزراعة والصناعة والتجارة هيقابله تقدم في النقل والموصلات انت عشت ليه؟ أولا تم تمهيد الترك البرية تم إصلاح المواني خاصة من ميناء الأسكندرية تم إنشاء أسطولين أسطول في البحر الأحمر وأسطول في البحر النقاص دي كلها حاجات بتقدم الايه؟ نقل والموصلات وكمان التجارة النقطة التالية بقى ودي نقطة مهمة جدا جدا وهو قيام محمد علي بالقضاء على قراصنة البحر الأحمر قراصنة زي اللصوص البحر قطاع الطرق يعني نجد محمد علي بيقضي على هؤلاء القراصنة ما النتيجة؟ النتيجة فضلت شركة الهند الشرقية الإنجليزية طريق البحر الأحمر لمرور تجارتها بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح يعني الشركات الأجنبية كانت تخشى من القراصنة ولا يمرونها في البحر الأحمر بسبب ما فعله محمد علي نجد محمد علي بيعمل إحياء تاني لطريق البحر الأحمر اللي هو إحياء طرق التجارة القديمة بالقضاء على القراصنة ناخد الجزئية التالية وهي جزء خاص بالمجتمع طبعا التطور اللي حصل في المجتمع من ناحية الزراعة والصناعة والتجارة أكيد هيأثر على طبقات المجتمع وفعلا يعني نقدر نقول إن الاحتقار أثر على بعض الطبقات المجتمع إزاي؟ بعض الطبقات ظهرت وبعض الطبقات اختفت من المجتمع وبعض الطبقات كانت موجودة دورها قل على سبيل المثال مثلا انتهى نفوذ الممليك كطبقة حاكمة الممليك كطبقة حاكمة انتهت ليحل محلها أسرة محمد علي وبعض العناصر التركية في الحق يبقى أسرة زهرت عناصر التركية زهرت ويقل ويختفي تماما عنصر المملوك اتنين قلنا نفوذ علماء الأزهر مشايخ والزعماء الشعبية هما منتهوش هو دورهم قل ليحل محلهم خريجي المدارس محمد علي عامل مدارس في كل المجالات مدارس عليا نقطة الثالثة ظهور طبقة من الأعيان مين هما الأعيان؟ ملاك الأراضي الزراعية اللي بيطلق عليهم الأبعاديات والجفالك يعني أبعاديات وجفالك ده تعريف لوحده نعرفه الأبعاديات وجفالك هي أراضي ذات مساحات واسعة أرض ذات مساحة واسعة أعطاها محمد علي الخمس أفراد أو خمس فئات أفراد أسرته كبار الحشية كبار الموظفين رؤساء البدو بعض الأجانب المقيمين في مصر الخمس فئات دول خدوا مساحات أرض كبيرة أطلق عليها أبعاديات وجفالك ثم أطلق على الفئات نفسها اسم الأعيان يبقى الأعيان هم ملاك كبار ومتوسط ملاك الأرض الزراعية الذي أعطاهم محمد علي أرض الأبعاديات وجفالك وزادت قوتهم طبعا منذ منتصف القرن التسعة عشر ظهرت طبقة تانية وهي طبقة عمال الصناعة الصيبية اللي دخلوا في المصانع بقوا طبقة في المجتمع واستمرت طبعا طواقف الحرف كما هي كوسطاء لكن لظهر جديد عمال الصناعة كمان تدورت طبقة التجار واختفت الشخصيات التجارية كالسايد أحمد المحروك يقولي ده ليه؟ لأن بدأت الحكومة أو بدأت هنا الأجانب يتولوا هم أمر والوكالات الأجانب كوسطاء في التجارة كمان من دمن الحاجات اللي حصلت ظهرت البدو كطبقة مستقرة لما محمد علي إداهم طبعا أراضي الأبعدات والجفال كلهم رؤساء البدو كده تعرفنا في السؤال السابق أو جزئية سابقة إن المجتمع المصري تغير طبقات بتظهر جديدة حوالي خمس طبقات طبقة أسرة محمد علي طبقة الأعيان عمال الصناعة طبقة عمال الصناعة فيه كمان طبقة البدو كطبقة مستقرة وخريجي المدارس كطبقة أيضا بقى لها الزعامة كل دول ظهروا في المجتمع بينما اختفت طبقة المماليك الشخصات التجارية قل دور علماء الأظهر وهكذا نبدأ بقنا تناول جزء خاص بمحمد علي في زل الاحتقار وهو التعليم مصر قبل عصر محمد علي كان التعليم ما فيش تعليم طبعا كان يد منعدم يقتصر على الأظهر الشريف وبعض الكتفيب والتعليم الديني محمد علي هيبدأ في عصره يهتم بالتعليم ويعمل teenager بس السؤال هنا هل هو يهتم بالتعليم من أجل إقامة نهضة تعليمية في مصر يعني هدف محمد علي من التعليم إقامة نهضة تعليمية في مصر العبارة خاطئة إزاي أي حد هيفكر هيقول لي ده هو بيعمل بيهتم بالتعليم عشان يعمل نهضة تعليمية لا التعليم هنا بيرتبط وبيهتم به عشان خدمة سياسة الاحتقار الاقتصادي وخدمة بناء القوة الذاتية قوة الجيش والأسطول والتوسعات الخارجية اللي هيعملها في حروبه وبالتالي التعليم يخدم الاحتقار والجيش إذن ماذا يحدث لو انهارت الاحتقار أو انهارت الجيش بالنسبة للتعليم سوف انهار التعليم طيب ده قصة ارتباط التعليم بالجيش وبالاحتقار محمد علي اهتم بالتعليم بكل مراحله ابتدائي وسانوي ومدارس عليا اللي هي الجامعة لكن بدأ بإيه؟ نجد ان محمد علي عندما بدأ بالتعليم بدأ بإنشاء مدارس عليا أولا مدارس عليا أولا هي الجامعة طيب لماذا؟ ليقوم المتخرجين من هذه المدارس بمسئولية التعليم في المراحل الدراسية الأدنى يعني هيتخرج من هذه المدارس العليا أولا هيبدأ ياخد مسئولية التعليم في المراحل الدراسية الأدنى نبدأ بقى نشوف قصة التعليم هتمشي ازاي؟ أولا يبدأ بالبعثات بدأت البعثات عام 1813 حتى 1847 بعثات خارجها لإيطاليا، لفرنسا، لإنجلترا لماذا؟ للتعليم واكتساب الخبرات اللازمة في أي مجالات يعني أنا راح أتعلم وأكتساب خبرة في إيه؟ أولا دراسة فنونة عسكرية وبناء السفن كمان في الملاحة كذلك في الميكانيكا والهندسة كمان في أصول الري والصرف إلى جانب دراسة قانون وسياسة دراسة القانون وسياسة كانت في بعثة خاصة خرجت للقانون السياسة راحة النمسا وإنجلترا ناخد مثال لبعثة أشهر بعثة عرفت في التاريخ هي بعثة ذهبت إلى فرنسا برئاسة رفاعة تهطار هذه البعثة كان إمامها رفاعة تهطار درس هناك سنة 1226 وتعلم اللغة الفرنسية ودرس الواقع وتعرف على المجتمع والثقافة والنحة السياسية الفرنسية يعني أدرى قيمة الاطلاع على المعارف الأوروبية فعندما عاد رفاعة تهطار إلى مصر نجد إنه يقترح على محمد علي إنشاء مدرسة الألسن عام 1936 اقتراح بإنشاء مدرسة الألسن لماذا؟ لتدريس اللغات الأوروبية والترجمة يبقى مدرسة الألسن هي اللقاءة كلية الألسن أنا داخلها عشان أدرس لغات وترجمة لماذا؟ عشان أساعد في نقل علوم الغرب ومعارف الغرب إلى مصر من خلال الترجمة طبعا يبقى إذن كانت كلية الألسن أو مدرسة الألسن لها دور كبير جدا والرفاع الترطوي فيها دور طبعا كبير دي قصة البعثات طيب محمد علي في تعليم مشي في اتجاه البعثات ولكن كان لابد من إقامة مدرسة في مصر نبدأ نشوف المدارس البعثات بدأت سنة 13 أما المدارس بدأت سنة 16 يعني بعد البعثات بثلاث سنوات بيعمل مدارس بدأت المدارس من سنة 16 1816 حتى عام 1839 مدارس لتخدم الخطة الاقتصادية والعسكرية يعني الاحتقار والجيش زي المهندس خانة، الطب، الصيدلة، الولادة، المحاسبة، الزراعة، الصناعة، البيطرة وغيرها، يعني في كل المجالات مين اللي هيلحق بهذه المدارس؟ هيلحق بهذه المدارس طلاب الأزهر والكتاتيب طيب طالب الأزهر ثقافته ديني ومدارس محمد علي ثقافتها مدني وهنا يحدث ويظهر عندنا مشكلة ازدواج ولكن هذا الازدواج الذي ظهر في عصر محمد علي لم تكن بدايته في محمد علي ودي حتة مهمة جداً ودات في انتحانات إن احنا بنعرف إن مشكلة ازدواجات الفكر والثقافة كانت بدأت جزورها بدايتها منذ أيام الحمد الفرنسي مجمع العلمي وتأصل المصريين كان حصل بداية ايه؟ ازدواج ولكن ظهر بأكتر بقى وضوح في عصر محمد علي من خلال المدارس بإنشاء محمد علي عديد من المدارس وتعدد المدارس أراد أن يشف عليها بإقامة وزارة للتعليم اللي يطلق عليها دوان المدارس سنة 1837 تم إنشاء دوان المدارس اللي احنا بنقول عليه أول وزارة التعليم في مصر ده قصة التعليم في عهد محمد علي طيب كده اتعرفنا على نظام اسمه الاحتقار خدنا أسهره على الزراعة الصناعة والتجارة المواصلات المجتمع وكذلك اللي هو التعليم ست حاجات اللي احنا قلناهم دول في ظل الاحتقار هم هم في ظل عصر محمد علي بمعنى ممكن يقول لي تقدم الزراعة في عصر الاحتقار أو تقدم الزراعة في عصر محمد علي يبقى ده هو عصر محمد علي وفي نفس الوقت هو عصر الاحتقار هذا النظام الذي أنشأه محمد علي هينهار ده بقى قدامنا آخر جزئية هنتكلم عنها على انهيار نظام الاحتقار السبب نظام الاحتقار من ناحية تجارية بيغلق أسواق مصر أمام المنتج الأوروبي لأن محمد علي لا يشجع الاستراط وكان بيقول الدولة قوية تزيد من صادراتها عن ورداتها وبالتالي أنا هبيع للأوروبيين ومش أشتري منهم إذن بنستنتج أن نظام الاحتقار أغلق أسواق مصر أمام منتج أوروبا نظام الاحتقار يغلق أسواق مصر السوق المصر تقفل قدام منتج مين؟ أوروبا أوروبا التي تبحث عن أسواق في الشرق خاصة بعد الثورة الصناعية يبقى محمد علي واقف ضد سياسة أوروبا هي البحث عن أسواق محمد علي قافل السوق الأوروبي أو السوق المصري قدام المنتج الأوروبي هنا تبدأ بقى العدوة يبقى هنا الدول الأوروبا هتقف ضد محمد علي وضد هذا النظام الاحتقار يبدأ بقى يظهر العدو اللدود لمحمد علي وهي إنجلترا تقوم إنجلترا في شهر أغسطس عام 1838 مع السلطان العثماني في مدينة تركيا مدينة بلتاليمان حتى عقدت هناك في هذه المدينة اللي هي معاهدة أو اتفاقية بلتاليمان بلتاليمان اتفاقية اقتصادية تنص على إلغاء نظام الاحتقار التجاري إلغاء نظام الاحتقار التجاري على أن يبدأ التنفيذ على يوليو سنة 1839 يعني كإن بيقولوا إحنا أنت محمد علي تلغي وقدمك مدة سنة اللغة محمد علي رفض رفض محمد علي هذه الاتفاقية حفاظاً على الإنتاج الداخلي وعلى منافسته للدول الأجنبية مدى طبيعي واستغلت إنجلترا فرصة أن هناك أزمة سياسية قبرى بين محمد علي والسلطان في ذلك الوقت هذه الأزمة السياسية كان سببها توسعات محمد علي في بلاد الشام والتي عملت رعب للسلطان فتدخلت إنجلترا ودول أوروبا وعقدوا معاهدة تسمى معاهدة لندن عام 1840 أو تسويت لندن هذه المعاهدة التي أدت إلى إيه؟ أدت إلى طبعاً تنفيذ معاهدة بلتاليمان يعني معاهدة بلتاليمان تنفذت في النهاية بعد معاهدة لندن وبالقوة وكده يسقط الاحتقار إذن تم تنفيذ معاهدة بلتاليمان مش سنة الثمانية وتلاتين ولا تسعة وتلاتين لا اتنفذت سنة 1840 بعد معاهدة لندن يعني الاحتقار سقط السؤال الأخير على الجزئية دوت وهي ما نتائج تطبيق معاهدة بلتاليمان يعني خلاص المعاهدة عملت أو اتنفذت إيه نتيجتها؟ واحد سقوط الاحتقار ودخول المنتجات الأوروبية السوق المصري وبالتالي دخلت معها استثمارات أجنبية في مصر في مجال توظيف الأموال والإنتاج وسادت مناخ الحرية الاقتصادية في مصر حرية اقتصادية بمشاريع اقتصادية أجنبية وإن كان هذه الحرية لصالح الأجنبي أكثر منه لصالح المصري يبعرفنا نظام الكبير الذي أقامه محمد علي في مصر هو نظام الاحتقار يسقط بطريقة مأساوية بمعاهدة تسمى معاهدة لندن عام 1840 تعرفنا جزء مهم جدا من الفصل الثاني جزء طبعا مفيش حاجة اسمها يخلو منه الامتحان أو مفيش منه يقول ان الامتحان السنة دي مش هيجي من الجزء ده ده مليون في المية الجزء ده لازم يجي منه حاجة في الامتحان لأنه جزء مهم جدا تابعونا في الجزء الجاي هنتكلم عن أثر سقوط الاحتقار وأثر هذا الانهيار الاحتقار وانهيار عصر محمد علي على نفس المجالات زراعة صناعة تجارة لحد التعليم فتابعونا في الجزء القادم اشتركوا في القناة